اشتركوا في القناة في الأسد في منزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة خمسة وتسعة واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح وبما أن القمر رح يكون موجود في برج الأسد بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنقاب تلفت انتباه الآخرين إلا طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس رح تكون في تمام الساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين واربعين دقيقة بعد العصر امنوا لي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبي رح تكون بين القمر والزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وستة واربعين دقيقة مساء أكثر المتضررين من كان لديهم مشاكل عاطفية إذ يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حسب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر والمريخ ورح تكون في تمام الساعة عشرة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا خلو المسار للقمر وهو سلبي طبعا رح يبدأ من تمام الساعة عشرة وسبعة وعشرين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي أي ليوم الأحد حتى تمام الساعة سبعة وخمس واربعين دقيقة مساء لينتقل القمر لبرج العذراء هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة لعمر القمر القمر المحدب عشرين يوم في تمام الساعة سبعة وست دقائق مساء بيصبح واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمس وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش مزاجها سعيد بنسبة خمس وثمانين في المية القمر في الأسد حتى يوم ستة اتناش منتحس بنسبة خمسة عشر في المية حتى المساء وبعدين بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية أما بالنسبة العطارد في القوس حتى يوم عشرين اتناش مزاجه سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في العقرب حتى خمسة عشر اتناش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية حتى ساعات الظهر وبعدين من ساعات الظهر بيصير بنسبة السعادة أربعين في المية أما بالنسبة للمريخ طبعا في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لأورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نبتن في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتنجح في حملة للترويج كمان بتكون جريء في الطرح العاطفي عندك بتكون جياشي بتتسارع عندك الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض خلال هذا اليوم برج الثور تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي تخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية واخذ فترة متقطعة من الراحة حاول أنك تستشير طبيبك ولكنها فترة جيدة لأمور التجميل برج الجوزاء تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بيطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيئك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات والتنقلات برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة يعني لا سيما شراء حاجية ثمينة أو الإسراف بدون حساب ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل وحافظ على أموالك بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ الأهم أنك تتفاعل برج الأسد طبعا اليوم بتبدأوا بفترة أفضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي وبتوضح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك بتشعر بالحماسة الفائضة وبتنشغل بوضع حجر الأساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة خلال هذا اليوم بتبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذراء بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن يخيب أملك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج فقط لأنه حاول أنك أنت تتأقلم مع الوضع لأنه ممكن يخذ لك الحظ برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وتتمتع بسرعة الخاطر حدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى أمورك السياسية وممكن تعرف الفترة هاي عندك لقاءات أو نوع من أنواع الدعم لا تماطل بل تشجع على العمل الجماعي برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصال البعيد أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج تسوية مهمة بتهتم بهواية جديدة الفترة هاي حيوية وبتكون أنت متحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي أنت بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحان صعب عالج الشؤون العائلية المهمة بتروي برج الدلو ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل واتطلب تعاون من طرف آخر حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور فبتبدو اليوم مرهف الحس ومتوتر بسبب قلق ما حاذر من إثارة العدائية والبلبلة مزاجك شوي بكون متقلب والعصبية ممكن تأثر عليك وممكن تثير النفور للأشخاص اللي حواليك برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا انجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وما تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية كون دقيق ومنظم ومراعي لظروفك المعنوية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر